اشتركوا في القناة 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 كان يا مكان دي هيغنها النهار ده لأول مرة دي نزلت مفروض من يومين دي برضو من أغنية بحبها جدا حاجة في ريس دانس كده وطريق تصويرها أنا بالنسبة لي كانت مختلفة لأن هي كانت متغنية في فرح واحد صحبي وأنا كنت قاصد أن أنا أغنيها في الفرح عشان قاطر أصورها كليب من الفرح نفسه فهي دي دلوقتي المفروضة هتبقى أنا موجودة في الفلانتين وفاضل أغنيتي اللي أم علمة وموضوع قرام تمثيل أخبر ري والله التمثيل أنا بسع فيه أنا بحبه جدا كمان ويمكن لما جربت التجربة ببسطة فيها وحاسيت أن أنا قادر أعمله وفي حد سعب يخش حاجة ويقول لك إيه لا خلاص أنا تمام حبيت نفسك في التجربة دي حبيت نفسي ولقيت رد فعل الناس يعني أنا جربت التجربة يمكن الموضوع ما كانش فيه كاركتر قوي ملعوب أو حاجة مركبة لأ هي كان شابهي قوي بس لقيت الناس تقبلت أن أنا أولا إذا أنت أفضل قائطة بش عارف إيه لاتي الناس كومنتاتها طب إيه دا أنا أكمل بقى يعني أو أشوف أو أسعف دا فممكن أنا بسعف دا يا رب إن شاء الله يكون لسيزن دا في حاجة أن أنا قدر أقدمها يا رب طيب خي نطلع لبريك ألاني وهنرجع تاني ولسة بنورنا محمد عباس في البرنامج أرجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسا مكملين حلقاتنا المميزة النهاردة مع محمد عباس محمد أخبري بلاي ستيشن إيه؟ آه بلاي ستيشن مرة اللي فاتت واحنا بنصور كم عكس أحبك خالد وقالي على فكرة هو مش لعيب وأنا اللي بكسبه بتاع الأخبار إيه؟ لا يا زي ما أنا والله أكسب برضو بس وابش هيقدر يقول إن أنا ما ينفعش إن أنا أطلع أقول مثلا لا دا ما أتغلق لأ بس أنا فعلا والله أعزيني أكسب فعلا والله لا 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 بقلق خالد أصلا بالنسبة لي دا دي حاجة أنا من الحاجات اللي أنا بيحبها لأ أنا اللي بيحب كرة نفسها كرة القدم من الناس اللي كنت بلعب كرة أصلا يعني فأنا بالنسبة لي لأ دي حاجة حاجة لأ يعني بمارسها كتير فبالتالي بيبقى صعب شوية إنما رأيها بحد إنه قدر يغلبني بسهولة طب انت بالناس بقى اللي هي بتبقى رخمة شوية وهي بتلعب يعني بترخم على صحابها كسب فبيرخم وعي لأ أنا ببقى هادي لغاية ما بحس لأ لغاية ما بحس لأ عصلا بس هي ما عنديش مشكلة إن أنا بغلب خالص يعني بس أنا عندي مشكلة بقى في الحظ أنا فيه ناس ساعات بتلعبني ومنهم طبعا كان قالت يا لأ مش ممكن مش ممكن على الحظ فأنا دي بيبقى حظه حلو في الله زي ما بيقولوا كده عندي مثل دايما بيبقى حاصل معايا اللي هو إيه اكتهدي يعني دايما بيقولك إيه ساعات مثلا فيه واحد يبقى بيكتاهد وما يلاقيش نتيجة أنا كده بالزبط أنا ممكن أعرف حلو جدا وفي الأخي تلقي واحد بقى المجهود كسب الموتش مصد فدي كده من حاجاتك بتعصى بيه برضو فيه مجهود ومش مجهود طب ده في الكرة الحقيقية ماشي لا طبعا إزاي طب ما هو برضو ممكن يقبل العيب برضو لقدامك هو شايف إنه هو المفوض يكسب ما لا هي ما بتبقىش كده بقى المشكلة لو حد العيب لأ بالعكس إحنا الله نشجع بعض وموصول جدا يعني إنه أصلا معمولة للمتحة يعني يعني أنت مترخيمش على أصحابك؟ قليل مصراحة إلا لو أنا بقى تسفت كتير لو كسبت كتير أو رخيم مصراحة وهم أصحابي مقربين وآهلي لأن أنا مشكلة إن أنا يمكن ما بقاش عندي ثقة في حد قوي في حتة القراء وأنا من الناس شوال رأيها من دماغها يعني بصراحة حياة برج الجوزاء لا والله ده حقيقي مش عارف بقى مش هانتي ميزة ولا عيب بس باخد رأي الناس يعني برضو لو أنت جيت لأ قلت لي بس مش عارف فيه مثلا كذا بقعد مع نفسي فكر بش اللي هو لأ يعني لأ بقعد مع نفسي فكر طب دلوقتي أنت مقرر تعمل حاجة والناس كلها بتقول لك حاجة تانية طبعا أنت هتروح عامل إيه عامل اللي أنت بتقول ده حقيقي ده حقيقي محترامي طبعا لكل مورد الجوزاء لا بس ساعة الشغل لأ لأنني بص عشان أنا ساعة الشغل أنا ما بكررش يعني أنا يمكن فيه ناس كتير من المؤلفين الملحنين دلوقتي لو سمعيني من اللي أنا عاملت معهم حتى من صحابي نفسهم بيقولوا عليها فيه معناق مؤرف لأن أنا فعلا من قناة ده أسمع منه حاجات كتير وحاجات فعلا تكون حلوة وبش سهل أن أنا أختار لأن أنا بحاول بقعدة إمكانان اللي أختاره ده يكون تمام فده اللي بختاره وخلاص اختارته وباجه أسمعه لحد لو حد قال لي رأيي أنه هو يعني مش حلو قوي لا هو هو ما حلو وخلاص ما أنا ما اخترتوش اللي عشان حلو طب ناخد رأيي الناس ليه طائم ما يمكن يعني يمكن يقول لي حاجة مفيدة إلا لو أقنعني لأ مش أقنعك وحيصدق على كلمك هتبسط لأ خالص والله لأ أصلا ما ممكن يقول لي مثلا إيه يعني يقول لي وجهة نظر تتغير آه أصلا أنا عارف أنه هو بش هيقول لي وحشة لأنه هو بيصق في زوقي أو هيجاملنك لا 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 الحمد لله كل الناس اللي بسمعهم محدش بيجامل بصراح بس أقولك على حاجة والله حصلت معي حتى لا يعني أهلي نفسهم يقولوا وساعات مثلا أهلي يقولولي إيه بس يعني اللي بش قوي قوي اللي أغنية دي مش عارف إيه دلوقتي في أغاني نزلت أهلي كان ممكن يكونوا مثلا شايفينها أو اللي حوالي يكونوا شايفينها آه لطيفة ونزلت عاملت صادة يقولي لأ أنتك حق لأن أنا دايما بشوف حاجة معينة أو بذاكر الموضوع بشكل معين فبيبقى عندي نظرة ممكن اللي حواليكي ما بيبقاش زي ما يقوله في السوق فبيش فاهم الموضوع هو بيخدها بالزوق الشخصي أنا ما بسمع أغنية بيخدها بالزوق العام يعني بشوف لو أنا في حفلة وغنتها ناس هتتفعل أو لا هتمشي على مواضيع الحياة اللي احنا عايشينها أو لا أنا بشوفها من وجهة نظر تاني فالحمد لله يمكن فيه ناس غيرت رأيها بعد ما كانت معترض دايما شوفت متسلط هلأ تغيروا رأيهم محمد لازم تبت تسمعني الأغنية من عدة الفارنتينز بما أننا بنتكلم عن عينة الحب وإنت ماكش علاقة بالدباديب عرفنا خلاص ماكش علاقة بالواردة بس يعني الناس برضو حبيبنا لازم نسمعهم مش ليلة زي دي تسوى عندي إيه تسوى عندي عمري كله عارف ليه عارف ليه جنبي أحلاح المحل انت بي كان يا مكان كان في واحد بيدور يا مع عليك ولقاك تغير حال وشوف عليك طول ما انت مع فرحته تباك أما غديتها في الفرح كان قولي في باك كده لأ الناس اتبسطت بصراحة يعني والله كان رضي فعلا الناس دي بتاعك فعلا يعني أنا لو بسمحها هتخيل عطول فرح عريس وعروسة في الفيرس دانس بتاعها بصي لا لو سمعتيها كمان في مود المزيكة مع الكلام ده أنا يمكن طبعا سهولي أن أنا دور البرد بقى وديني عامل عماله بس هو ما شاء الله أنا مش لاقي خاشة بمسكه بس هو ما شاء الله صوته أنا عارف أنه هو عيان وعيان جدا هو جنة مخصوصة عشانكه طبعا بس يعني ما شاء الله صوتك حالي اه فانا انا بحاول بقدر امكان اوصل الاغنية بس هي طبعا مع المود لو اتقالت طبعا بطريقة مختلفة لا يعني الناس بيباني اللي بيجامل وبيباني اللي يقولك يا الله بس الناس كانت مبسوطة يعني حاسة ان الموضوع فعلا معمول بشكل كويس وفعلا لايقى على نياتي بافيرس دانس للفرح فالحمد لله أنا كان رد فعلا الناس كويس جدا انا هقولك عباس بما انه انت بتقول لي محمد ممكن ما اردش اللي يسمعك يقول ده مش عايش قصة حب ده عايش قصة حب متيم او بيتشحتف كده زي ما بيتقال ايه بقى بتجيب الشحتفة دي بقى منق بصي والله يعني يعني الحمد لله هي برضو نعمة عند ربنا يعني وابش كل الناس بتعرف يعني دايما بيبقى فيه اغاني تلاقي احد يقولك ايه دا اكيد او متأثر او عندي قصة لا يعني هو الحمد لله أنا تتعب دايما الناس ربطها بكده يعني لازم ايه هو بيغاني وانا دي مين هي دي دي المسج لحد هي دي مش عارف ايه فانت ازاي وانت بتقولي انا ما عنديش قصة حب ازاي قادم ان انت تنقلي ان انت لع كان عندك قصة ومدايقك او بتعيش قصة اني انت دي اسمعك بس اقولك بتشحتف فيه حاجة كده ايه فاللو بص انا بتشحتف بقى بس لما باسمع يعني انا اول ما الاغنية بتجيني مثلا انا باسمعها وببدأ اعيش القصة بتاعت الاغنية فلما باقي خش اسجل الاغنية انا يعني انا حتى بعمل المود يعني ساعات انا بخش اسجل طبعا الناس اللي سجلت معي الالبوم فهمين ده احنا كنا نخش الستوديو ساعات مثلا الاغنية دي دراما او بقى ضط في نور الستوديو خالص ده حقيقية بخش في مودل مازيكة طب انا ايزا التقوص عرفنا ان انت لاغنية دراما حطط في انور الستوديو ده حقيقية لاغنية ريتميك بقى لا اليتميك ده تمام اه بنتنور بقى وبيبقى وهيرقوسه بقى وحتى اه الله يفعل حتى مهندس يعني خالد رقوف كان يبقى قاعد ورا يعني دايما بتلاقي المهندس قاعد لا هو كان قاعد واقف بقى يعني يعني واقف بيسجل معي يلا وبتاعه وتلاقيه عمال بييده بيحاول ان هو يتفاعل معي عشان نقدر نطلع الموضوع بشكل كويس حتى وانا بغني انا ببقى بتحرك بش بقولها كده اوكا يعني انا ببقى بتحرك وانا بغني عشان نطلع الموت بتاعها بالشكل ده يعني اه وحتى الناس لما بتيجي تسمع ده بردو الكومنتات اللي جاتلي ان كل اغنية الصوت فيها مختلفة او طريقة الغنى فيها مختلفة بش اللي هو عم حمد فهو مغني كل الكلام ده لأ هنا نقتون الصوت مختلف عن هنا عن هنا فالحمد الله لأ يعني عندي اوكا معاك النهاردة عباس من الناس فعلا اللي بكون مبسوطة جدا بحلقاتي معاهم بيشرفنا دايما وبينورنا القلبهم حلوة اوى الاغاني حلوة اوى مختلفة صوته حلمه وعمل حاجة جديدة وحاجة مختلفة فيه تعب فعلا في كل اغنية انت عملت الحمد لله والله انا اولا طبعا مبسوط ان انا كنت معاكو ويا رب دايما كده كل حاجة بعملها اكون متواجد فيها معاكو والحمد لله يعني رب يكون تعبي ظهر للناس بشكل كويس ويا رب اللي جاي بقى احلى كمان جاي هيبقى احلى واحنا شايفينك احلى ولازم تسمعني حاجة قبل ما نختب هاي بتسمعنا ايه؟ نسمع ايه نسمع ايه نسمع نقول ما حاجة مليش نفس مثلا مليش نفس ومفيش مجهود ادوّر مني يكون موجود ومن عنا عيني بقى غايب ومز علن ولا بعاتبو ومش مستني حتى الرضو ربنا يخلي لك كل حبيبك وكل الغالين نورتنا كل سنة وانت طيب وكل سنة حضراتكم طيبين وعيد حب سعيد وطبعا داروا تشوفونا على اليوتيوب وكمانا على الجروب الخاص ببرنامج على الفيسبوك وستمنوني نشرين سليمان نوي ببرنامج عين عشان بكتفيزون حي رقم واحد في مصر تشاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة